تقريباً لا يخلو منزل من منازلنا من السمن الصناعي الذي نجهل خطورته والفرق بينه وبين المنتجات الطبيعية بدأ تصنيع السمن الصناعي عام 1869 حيث أجرى الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث مسابقة لمن يستطيع تصنيع بديل للذبدة الطبيعية لإطعام الجيش الفرنسي والعائلات الفقيرة ومن هنا بدأ انتشاره أي إنه نشأ تحت ظروف الحاجة إلى البديل يقوم هذا الاختراع عن طريق تحويل الزيوت إلى مادة متماسكة القوام عن طريق تمرير غاز الهيدروجين على هذه الزيوت لتحويلها إلى دهون ومع التقدم والأبحاث تبين أن الدهون الموجودة في هذه الزيوت المهدرجة تسبب وجود حالات موت مبكر وأنها تزيد من خطر التعرض لأمراض القلب والشرايين بنسبة 53% كما أنه مع زيادة استخدامها تسبب الكثير من الأمراض الأخرى مثل تصلب الشرايين والجلطات واستعداد الجسد للتعرض لأمراض كالسكر ومن هنا يجب أن ننوح على أن التخلص منها لا يعني أن يخلو بيتك من هذا المنتج تحديدا حيث أننا نجد في كل المحالة المصرية بعض المنتجات الأخرى التي يتناولها الصغار والكبار والتي يدخل هذا السم الصناعي في تصنيعها مثل البسكوتات والمخبوزات وغيرها مما يتطلب المزيد من التوعية والرقابة على المصانع والمخابس التي تستخدمها نظراً لخطورتها المباشرة على المستخدمين قديماً قالوا أنت ما تأكل وأيضاً قالوا أنت ما تقرأ يعني خلينا كده نتكلم عن العقل والجسد يعني أنت جسدك أنت ما تأكل يعني لو أنت بتأكل صح هتبقى صح لو بتأكل غلط تتبقى حياتك من برجلة خاصة أن أنت عندك أجهزة حساسة جداً وعندها قرونة استشعار قوي جداً وتأثيرتها يعني وتأثيرها بالأكل وما تأكل بسرعة شديدة الفترة الأخيرة انتشرت أمراض يعني كانت زمان كده بتبقى نادرة شوية خصوصاً أمراض القلب كلسترول بقى دلوقتي زي الأنفلونزا مثلاً كده عند ناس كتير تصلوا بالشرائين بقى زي كوحة زمان أمراض القلب بقى وعملات القلب المفتوح بقى زي عملات الزايدة خلاص تمام التمام إيه اللي تغير؟ إيه اللي خلى الحاجات دي تنتشر بشكل سريع وبتنتشر أفقياً ورقصياً في المجتمع الأكل نمط الأكل عندنا منتج اسمه السمن الصناعي زي مركة الناس بتأكل بالسمن البلدي وحتى كانوا بيدربوا المثل كده بالسمن ده بيأكل سمن ده جيل السمن البلدي يا ترى الجيل ده أخباره إيه دلوقتي؟ ويا ترى الجيل السمن الصناعي أخباره إيه؟ إيه مكونات هذا النوع؟ إيه مواصفاته؟ إيه أضراره؟ وإيه البدايل؟ وكيف أتجنب الإصابة بالكوليسترول؟ وكتصله بالشرائين؟ وبأمراض القلب؟ هذه كل الأسئلة التي سنعرضها على ضيوفي وأكثر أرحب بالدكتور أحمد البربري دكتورة واستشاري أمراض القلب أهلا بك دكتور حكي أهلا بحضرتك سعيد بوجوده مع حضرتك النهاردة ومع أحمد الفاضر الدكتور شريف حت وبرحب أيضا بالدكتور شريف حت استشاري الطب الوقائي الاجتماعي أهلا بك دكتور أهلا بك سوزهاني أهلا بك منورنا دكتور أحمد هبدأ مع حضرتك في انتشار هذه الأمراض بقى بعتبر حضرتك استشاري قلب الكوليسترول ده زمان كده كنا بنسمع عنه كأنه من الحاجات الندرة يعني من 20-30 سنة تقريبا يعني النهاردة بقى زي الآن في الواتزة أيوة كلام حضرتك طبعا مظبوط جدا هو انتشار مرض القلب الخاص بتصلب الشرايين والزبحة الصدرية والجلطات هو الفعلا بيزيد كل يوم وده بيبقى أغلب سببه اللي هو التمدن أو المودرانيزيشن أو في الحياة تمدن الحياة أو لايف ستايل لايف ستايل مودرانيزيشن بيحصل إيه؟ بيحصل الناس بتاكل أكتر من بره الأكل بره ده عشان يبقى له طعم بيحطه اللي هو ممكن السمن الصناعي عليه الطعوم مكسبات طعم مكسبات طعم دي عشان تفتح نفس الناس فيأكلوها أكتر ويهي طبعا بتحتوي على كوليسترول أكتر مع التمدن أكتر بيزيد نسبة التوتر والضغوط النفسية والضغوط النفسية والتوتر مع الكوليسترول اللي بيجي من الفاست فود اللي الناس بتاعتمد عليه أكتر في الحياة الحديثة أكتر ده كل ده بيزود حدوث اللي هي الزبحة والجلطة والجلطة ممكن تبقى في القلب أو في الدماغ يعني هي كلها شرايين مؤدية لبع يعني ده نتيجة استرس ده نتيجة استرس ده نتيجة صلوب شرايين ده نتيجة صلوب شرايين ده نتيجة كوليسترول ده نتيجة كوليسترول ده نتيجة توطر ده نتيجة توطر فيه كمان نقطة هو احنا لو جينا نحسب انه هو مما لا شك فيه ان العلم النهاردة اكثر تطورة مما مضى وكل يوم بيتطور اكثر فوسائل التشخيص بقت اكثر فكان فيه ناس زمان وعشان برضو يبقى معلوم انه متوسط الاعمار زاد يعني زاد عن ايام نابليون اللي كان البرنامج اللي هي الفقرة اللي قبل كده على طول بتتكلم الوسم والتقرير بيتكلم كده يعني متوسط الاعمار زاد متوسط الاعمار اللي زاد ده زاد عشان الطرق الاحسن لاستكشاف الاكتشاف الامراض مبكرا والعلاج والتشخيص طيب هو مرض القلب او تصلوا بالشرايين مرض عمر طويل ما بيحصلش فجأة يعني تصلوا بالشرايين ده عشان الكوليسترول يروح يترصب في الشريان ويعمل العملية الالتهابية المؤدية الى ضيق الشرايين التاجية او ضيق شرايين الدماغ او اي شرايين بتاخد وقت يبقى معنى كده مثلا صعب تلاقي حد عنده عشر سنوات عنده زبحة بل شبه مستحيلة الا في حالات اللي هي العيوب الخلقية او الموروثة من الكوليسترول يعني فيه اطفال بيولادوا كوليسترول متوارس انجاز لنا التعبير اه فيه كوليسترول فيه دهون متوارسة منها دهون سلاسية او كوليسترول يعني خلينا اقول ان الكوليسترول والحاجات دي ممكن تكون تراكمية هي تراكمية في طبعتها الطبعية مش بنيوم وليلة اه يعني عشان يحصل لحد هو اللي بيحصل مفاجئ ظهور العرض لما يحصل اتاك معين اتاك او جلطة لكن هو عشان الشورياني دي مجاش كده شوية دهون سدته لا ده بيبقى خلية يعني جزء بيجي يخش في جدار الشورياني يحصل عليه تفاعل التئابي سنة بسنة وهو بقى ما بيحفظش في الاكل او برضو فيه نقطة هوضحها دلوقت ان ممكن حضرتك تكون بتاكل كوليسترول الضار بس جسمك بقى فتعمل معاه اه يعني من جسم الجسم يختلف يعني كمان الموضوع مش ثابت لكل انسان متغير من طبيعة شخص اه انت حضرتك بتبقى انت واخوك بتاكله نفس الاكل واحد بيجيله هارتة اتاك وعم بيجيلوش ممكن حد مثلا بيبزل مجهود بيلعب رياضة رياضة بتحرق الكوليسترول انت بتاكل كتير وبتحرق كتير فكنك ما كلتش لكن واحد تاني يعني السيدنتري لايف اللي هي الحياة المرفهة بيجي فيها الامراض اكتر اكتر اه لانه مفيش حركة كتير مفيش فاق حركة كتير وبالتالي الكوليسترول بيتراكم اكتر من العربية للأسانسير للمكتب اللي هي اسمها السيدنتري لايف واسمها اوبيزيتي يعني واحد تخن اه ده عامل خطورة لحدوث امراض الشرايين وتصلب الشرايين وطبعا الحاجات الصناعية دي هنا بقى ايه يعني دي استاذة في الحاجات دي في حاجات يمكن تجنبها وحاجات لا يمكن تجنبها الحاجة اللي هي تجنبها واحد مولود مثلا اللي هو بجين صريح انه هو عنده كوليسترول بتبقى ارقام عالية جدا ده يعني ايه ده هو رب يعني كده مش يعني عنده كوليسترول يعني بيصل لدرجة نوع بيعمل زي غسيل للكوليسترول ده للشرايين بتاعته الدم بيتعمله حاجة اسمها لكتور فاريزيز بيطلع الدهون دي دي حالات ندرة وموجودة عندنا هنا في مصر وليها علاج بس دي حالات مش بتشوفها كل يوم لكن في بقى ايه انا بالطبيعي ان الانسان العادات الغذائية السليمة صحية لكل البشر بين للطفل وللكبير والصغير للنورمل والأبنى كله عشان يحافظ اصلا ما فيش حاجة اسمها انا هنرجع لها بقى دي لان دي روشتة بقى دي لازم نخطع من حضرتك قبل ما نانهي الحلقة النهاردة بس خلينا اقول قبل ما اروح للرشتة اللي مع الدكتور احمد البرباري طب هو انا ممكن ما اوصلش للرشتة واوصل لدرجة وقايا النفسي عشان احافظ على القلب والشرايين بتاعتي والكلسترول والكلام ده تعالوا نسأل اسألة دي لدكتور شريف حتة اللي براحها بيه مرة تانية استشاري الطب الوقائي الاجتماعي دكتور ايه اللي انا ممكن احمي نفسي منه من الحاجات الصناعية والفاستفود وكلام ده حلو انا بشكو حلاتك الاول على اختراك الموضوع ده مهم جدا اليوم من دول خصوصا لان احنا امبارح كان احتفال باليوم العالمي لتوعية لمرض السرطان وبالتالي الاغذية والحاجات دي لها عامل كبير جدا ومهم طبعا والتأثير مباشر التأثير مباشر فبالتالي انا جيف بالي سيناريو كده حبيت اعمله كفيلم يعني الطيب والشرير فاللي خده دور الشرير هنا هي الدهون المشبعة اللي هي بقى اللحوم والبيض والجبن والحاجات اللي فيها دهون قوية جدا اللي فيها الخطورة اللي كنت بتكلم عليها السادسنا الدكتور احمد دلوقت والدهون الغير مشبعة هي الطيبة اللي هي فيها الأحادية والمتعددة زيت الزتون زيت عباد الشمس زيت الدرة الحاجات الخفيفة الصحية اللي احنا بنتكلم عليها الجميل اما زيت بقى السمن الصناع اللي بنقوله ده ده بقى حاجة عبارة عن زيوت نباتية شحوم حيوانات بدأوا يعملوا لها عملية حدرجة الزيوت المهدرجة هو زيت مهدرج زيت مهدرج العملية دي بقى نفسها لما انت تتدخل بصناعتك فيها وبالتالي النسب اللي انت بتتدخل بها دي ما تضمنش تبقى عاملة ازاي ونسبة ضرارة على الانسان عاملة ازاي فهي بالتأكيد مضرة لانك انت تدخلت فيها بتحول تحول تحول السائل اللي هو في درجة حرات الغرفة ده من سائل الى مجمد عشان تطلعه في صورة اوالب الزبدة اللي هو بيعتقد ان هي حاجة صحية وكويسة وخاصة انه بيضيف عليها مواد حفظة وبيضيف عليها مكسبات طعم كل دي حاجات بتسبب خطورة جمدة جدا على شريين القلب وعلى عضاة القلب وتسبب السمنة طبعا وتسبب امراض السكر ده كده على جنب السمنة دي كده ده كده دي حاجات الوازد ده أساسي اه اه امراض السكر طبعا من الحاجات الخطيرة جدا اللي بتحصل نديجة الكلام ده غير كمان ان المواد الحفظة اللي موجودة ومكسبات الطعم بتسبب مشاكل في الامعاء ومشاكل خطيرة جدا للقولون والمعدة والمعدة وطبعا المفروض المطلوب من الكلة انها تتخلص من هذه المواد السموم من السموم وبالتالي بتؤثر على لود على الكلة طبعا يعني لازم اقولت كده انت متأكل طبعا طبعا انا لازم انا دلوقتي المفروض ان الوزارة تلزم الشركات المواد الغذائية يكتب كل عبوة مكتوب عليها ايه المكونات بتاعتها عشان اعرف انا باكل ايه انا باكل دهون مشبعة ولا غير مشبعة الدهون غير مشبعة دي في منها اللي فيها زيت الزتون ولا زيت درة ولا الاكل ده معمول بايه من حق ان انا اعرف الاكل اللي باكله حتى خارج المنزل معمول بايه بالزبط لان الحاجات دي كلها بتسبب ليه اضرار وبتكلف الدولة علاج علاج بعد كده فبالتالي ان انا من باب اولى ان انا اوفر على نفسي المرض ده انه ممكن يحصل واخد بالي من اكلي كويس جدا واعرف ايه النتائج اللي ممكن تحدث ليه كمان افتكرت له من دول وانا بعد معرفت موضوع الحلقة هو ليه اولدنا في المدارس دلوقتي بقى تركيزهم قليل شوية دي نقطة مهمة اوي اوي هل التركيز له علاقة بما نأكل طبعا طبعا الافتال دلوقتي كلهم حضرتك بيأكلوا معظم اكلهم برربيت علشان مكسبات الطعم اللي بتتحط دي بيحط المواد الحافظة والحاجات اللي بتكسب عشان تجزب هذه الشريحة طبعا المواد الحافظة دي بيحطها لمصلحته هو علشان تطول عمر المنتج يفضل قاعد في السوق فحتى مش ممكن نحط حاجات تكسب الحاجة طعم كويس وتكون طبيعية ابدا ده مكلف جدا فبيضطروا يستخدموا مواد صناعية الله اعلم هما عملينها مكيفة طبعا الرقابة هنا مش مضمونة مش مضمونة والموضوع فيه تجاري جدا مقدرش ان انا وقف انتاج كل هذه الشركات ولكن اقدر اقول اخلي فيه رقابة برضو اكتر شوية من الموجود دلوقتي هذه المواد اللي موجودة بتركز على تركيز الاطفال بتركز على نموهم هتلاحظتك الاطفال دلوقتي في اعمار في الكلية وقصير كده فده بالتالي نتيجة الحالة الغذائية بتاعته والسلوكية اللي هي مش كويسة اللي محتاجة من هنا توعية توعية للأهالي في البيوت طبعا فده اللي بيأثر على تركيز الاطفال في المدارس بيقولك الاستعاب بتاعهم بقى يعني اقل شوية اقل صحيح نتيجة الكلام ده الفيتامينات فين اللي المفوضة يخدها في الخضار وفي الفاكهة وفي الاكل الطبيعي بتاعنا اللي احنا بناكله حضرتك في بداية كلامك كنت بتقول زمان لا زمان كان احسن من دلوقتي كتير حتى لو كان بياكل الشرير اللي هي الدهون المشبعة بس كان فيه حركة كان فيه حرق كان فيه حرق وكان فيه حركة ماشية كواس جدا كانش فيه الرفاهية اللي كان فيه دكتور احمد ما كانش فيه الرفاهية اللي موجودة دلوقتي ما كانش فيه ان هو بيعمل زيوت صناعية وشحوم ويحط عليها مواد مهدرجة علشان يحولها لي عشان يحولها لي الى زبدة او سمنة ويسميها انها دي سمنة لا زمان كان بياكل سمنة معروفة انها حيوانية موجودة بيبذل اصادها نشاط اضعاف اضعاف اللي هو كاله بيمشي كتير ما فيش حركات العربية الكتيرة دلوقتي كان بيمشي مسافات طويلة كان عندنا في الارياف كان بيشتغل في الغيط بنفسه وكان بيحرق الطاقة اللي هي كانت بصادر اكل اللي هو كاله مهما اكل كان فيه حركة ممكن بتعوض الكمية في النهاية بيحصل توازن في الجامعة طب دكتور احمد هو فيه فرق بين الاصناف اللي ذكرها الدكتور شريف بمعنى فيه فرق بين الزيوت زي زيت عباد الشمس زيت الدورة زيت الزتون والسمن البلدي اللي انا ذكرته وبين هذه الزيوت المهدرجة ايهما اكثر خطرا وايهما اقل خطرا هو الافضل الافضل ان احنا ناكل هو الدهون مش على اطلاقها وحش يعني الدهون دي الانسان بيحتاجها لان بتخش في تكوين اشياء مهمة جدا في الجسم منها هرمونات منها بتخش في تركيب حاجات اللي لازم ناكلها بيتفضل والجسم ها محتاج لجزء منها طبع هي افضلها بالنسبة لنا زيت الزتون وزيت الدورة كزيت بغض النظر بقى عن اي سمنة تانية لا خليه برضو اصحاك سؤال مباشر دلوقتي ناس بتحب مثلا الفراخ البنية عايزة تقليها في حاجة صحية تقياف ايه في زيت دورة ولا في زيت عبال حاجة صحية ما تقليش ما تقليش اصلا ولا في دورة ولا في عبال حاجة صحية ما تقليش يعني لو افضل مسلوق مشوي لكن هو فيه نقطة هي ايه هو كل اللي احنا بنتكلم فيه ده خضع للتجربة والتغير لان الاستيعاب يختلف من مرحلة لاخرى طبقا لللي بنشوفه من علم جديد يعني مثلا مثال صغير الفامتو ثانية بتاع الدكتور زويل قدر يعرف بيها الالكترون كائن منفصل بعد ما كان هو بيرسمه في صورة مدار لانه مش قادر يشوف فاخترع جزء امش اخترع يعني اكتشف جزء من الثانية واحد على كام صفر عشان يقدر فهو كل يوم بنشوف غير غير لما اكتشفوا الميكروسكوب الالكتروني غير لما اكتشفوا الميكروسكوب العادل شافوا حاجات غير ولسه 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 فهو الاطلاق في الاشياء بكرا الله اعلم اللي ممكن يقصد نيجي هنا ونقول كلام تاني هو بمنتهى البساطة اللي احنا بنقوله ده هو نتيجة تجربة ومشاهدة التجربة والمشاهدة قالت ان اكل الدهون اللي هي خاصة المشبعة او هو بالذات المهدرجة اللي هي الزيت اللي يتحول لسمن ده خطر جدا خطر بكم في المية وبصورة قد ايه يعني ايه مش كل حد هياكل سمن صناعي يعني لو احنا الثلاثة كاننا سمن صناعي لو احنا الثلاثة كاننا سمن صناعي كل واحد فينا تأثيره غير التاني مختلف يعني مش مية في المية اللي ياكل سمن صناعي هيحصل كذا لكن هو بيزود احتمالية الاصابة بالشرايين تاجية مثلا ومع التراكم لكن افرض هو بيلعب رياضة طب افضله لو هو في حاجة اسمها تداش دايت اللي هو القتل الخضار والفاكهة الطازجة الخضار والفاكهة الطازجة دول مفيدين جدا يعني عشان يمنعوا السمنة عشان يمنعوا الكوليسترول الضار عشان 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 لكن مفيش بد لابد من وجود نسبة دهون ونسبة بروتين ونسبة كرباهدريتس ونسبة شجر ولكن تم لبطنق يبقى خضار طازج وفاكهة طازجة طب لو هاخد دهون وان كان لابد منه يعني زيت كبد الحوت دا حاجة حلوة جدا دا مفيد اللي بيقلل الكوليسترول يعني هو زي ما البي قال الشرير والطيب اللي هو بنقول عليه النافع والضار النافع ده هو بيكنس الكوليسترول من الشرايين بيخليها جميلة يعني كلما ارتفع الكوليسترول النافع كلما الإنسان ده يحمى أكثر من التصلب الشرايين فهو اسمه دهون طب إيه اللي عليلي النافع اللي هو زيت كبد الحوت مثلا زيت الزتون الرياضة الرياضة ده رياضة أساس طبعا فيه بعض الرياضة برضو يعني مثلا يعني مثلا ما بقاش حد مثلا الفيزيكال فتنس بتاعه طول عمرو عادي زاكر زي ابن كاترة والغاية سنة أربعين عايز يالعب ما تشكوره لا أنا بقول رياضة مناسبة لمجهود اللي انت واخد عليه يعني مثلا ما حدش يقول ده أنا هروح أشيل حديد هو عندي خمسة واربعين سنة وعمره ما شاد وما يضغطش على نفس وما يضغطش على نفس فهو الرياضة اللي هي زي المشي الفترة مثلا تلت ساعة في اليوم أربعة ايام في الأسبوع دي جميلة جدا هتحرق كوليسترول هتدي ثقة في النفس بتحسن حاجة اسمها البطانة الداخلية للشرايين شرايين كلها بتاع الجسم ما هو الجسم كل تصلوا بالشرايين احنا بقول دايما القلب للقلب للقلب عشان بيموت لكن ما هو كل الجسم فيه شرايين الصاك والكلة والعين من الساس للراس لازم يكون دم رايح عشان يغزيه فهنا الأفضل الأفضل ناكل مسلوق مشوي ما تروحش مثلا تجيب ضاني وتقول لها أنا سلقته زي ما الدكتور قال لي احنا بقول القليل الدسم القليل الدسم مسلوق أفضل مشوي والمشوي ده بيتخلص من الدهون كمان ثم لو احنا بقى عايزين ناكل لازم يعني ما فيش مفر ان احنا هناكل دهون يبقى زيت الزيتون وزيت الدرة يفضل اللا سمنة لكن في الآخر خالص السمن الصناعي طب السمن البلدي بقى السمن البلدي أفضل من الصناعي لكنه ما زال فيه كوليسترول نسبة كده ونسبة كده فيه نقطة برضه عايزة أقولها هو تاني مش يعني ايه يعني بفرض ان هو هيلغو السمن الصناعي هل تصالوا بشناه تلغي لا آه يعني ليست السبب الوحيد هي ليست هي مش الوحيد هي عامل خطورة من ضمن أسباب لكنها سبب رئيس زي بالصبط التدخين هل التدخين يقتل وغيره يقتل مش كده يعني هو افرد حضراتك مدخنتش خالص مش هتموت لأ وانا أقول لك وغيره يقتل هي قصة دراسات الدراسات قالت ان الكوليسترول ده بس بالتأكيد اللي هاشرب سجاير نسبة حدوث المرض الوفاة والوفاة ما هو كله هيموت آه تاني الكوليسترول ما حدش هيفهم كلامك بالغلط بالغلط كل وقت ما حدش هيفهم كلامك بالغلط بتحرض على التدخين بتحرض على التدخين ولا يا دكتور يزود نسبة أيوة المرض ويزود نسبة الوفاة اللي بإذن الله سبحانه وتعالى تمام فهنا بنقول إيه دي عوامل خطورة بتؤدي إلى زيادة المرض لكنها ليست السبب مباشر دليلي على كده أو الوحيد عامل خطورة يؤدي إلى المرض وليس السبب المباشر بمعنى أنا لو جبت حد قلت له هنشرب عشرة كل واحد مثلا هيكل طبق فيه دهون مش التاني يوم هيجيله تصليب شرائي بتأكيد واحد هيجيله واحد مش هيجيله وبرضو تقبل الشخص والرياضة والساحة الحركة وعارف بقى اللي هي واللي بيطلع سلم واللي بينزل في أسانسير في الآخر في الآخر اللي هو الجين اللي هي الشفرة الجينية بتقول إن الشخص ده لو كال هيجيله والشخص ده لو ما كالش مش هيجيله ونسبة إصابته عالية وإمتى وتحصل إزاي وبكرة ده يعني إن شاء الله في زمن قريب هنقول إيه اللي كنا بنعمله زمن ده تطيل حاجة تانية خالف ده الموضوع مختلف دكتور طيب برضو إحنا كنا عادنا فترة من فترات كده حتى السمن البلدي خلي بالكم منها دي خطر وتعمل كوليسترول وكلام ده فجأة تغير الموضوع قال لك لأ دي السمن البلدي أفضل بكتير من السمن صناعي والريسة الدكتور ورحمة برضو مؤكد على الجزء دي طب طالما هي كده سليمة أنا ممكن نأكل بقى كل أكل بالسمن البلدي ولا لازم يبقى فيه تقنين معين لازم يبقى فيه تقنين معين ولازم يبقى فيه وعي عند الناس يبقى عارف إنه هو مثلا لو هو شخص في مختبر العمر يعني سن كويس بيحتاج مثلا من 2500 ل3000 سؤر حراري 10% منه يوميا يعني يبقى دهون 10% دي يجيبها بالطريق يفضل يجيبها عن طريق سمن البلدي ما يكونش سمن صناعي يعني 300 سؤر دول اللي هم 10% 10 مثلا 10% 300 سؤر تقريبا دول ممكن أجيبهم إزاي في سندويتش مثلا آآ آآ يعني تلت في طبق إيه يعني آآ يعني حاجة آآ يعني حاجة تكون حاجة تكونش معمولة دسمة قوي سمنة لو سمنة أو الزبدة اللي هي المشبعة دي يعمل بيها في سندويتش ماشي يعمل بيها يحطها في الأكل بتاعه ماشي ما تزيدش الكمية بتاعتها عن كده لأن زي ما بنقول إنه الكوليسترول والدهون دي مصلوبة جدا عشان كده عضلتك اللي بيعمل نظام غذائي قاسي ده مش مصلوب إنه هو الدهون تنزل مرة واحدة من جسمه الدهون دي مهمة جدا لأن العمليات الحيوية والنشاط الحيوية بتاع جسم الإنسان بتحتوي على بعض الفيتامينات زي فيتامين ألف وفيتامين دال وفيتامين ك اللي مهمة جدا لجسم الإنسان اللي بتخلي تفاعلات الجسم تبقى كويسة عشان كده ما بيعمل نجيب قاسي وبينزل ممكن يحصلوا مضاعفات بزبط عشان كده احنا بنقول إن الدهون لأ مصلوبة كل حاجة مصلوبة بس بالقدر اللي هو ما يسببش مشكلة لي فهو لو هو بقى عنده وعي وعارف ويفضل بكتير جدا إنه هو يلجأ للخضروات والفواكه أنا عارف إن الشعب المصري عندنا بيحب بيأكل الحاجات اللي هي دسمة دسمة اللي لها طعم لكن الخضروات والفواكه بالنسباله مش هتبقى بالعكس دي جميلة جدا يعني شوف حداتك لو جربتها فترة هتاخد عليها بالضبط هتاخد عليها ولو بس يعود نفسه عليها ويعرف إنه كل سنه ليه طبيعة أكله وطبيعة الغذاء بتاعه صحيح فهو الاهتمام بالنوع الغذاء اللي بيأكله والرياضة طبعا مهمة جدا يعني تأكيدا للدكتور أحمد بيه إنه الكوليسترو الدهون النافعة بتزيد جدا بالرياضة بتزيد بالرياضة أي طبعا النافعة النافعة دي بتزيد بالرياضة الأهم من الحاجات اللي بتزودها طب أنا هاكل وهجيب النسبة اللي حداتك قلت عليها أنسب وقت إن أنا آكل الدهون في بداية اليوم في نص اليوم قبل ما نم بساعة ولا ساعتين أهم حاجة يمكن قبل ما نم بثلاث ساعات مثلا بتاري ما أكلش بعد كده هو يفضل طبعا آخر حاجة تبقى الساعة خمسة مثلا بما إنه نحن الناس بتصهر شوية أفضل خمسة ما أكلش أخلي أكل اللي بالليل دايما يبغضر وفكه علشان ده يبقى سهل في الحر وعلشان عملية الهضم حضرتك كمان في بداية كلامي كنت بقول إنه الدهون الصناعية من أكتر الحاجات اللي بتعملها كمان عسر الهضم هتلاقي حضرتك معظم الشعب اللي ماشي في الشارع عندنا بيقولك بيعاني من مشاكل في الهضم بتاعه الجهاز الهضمي بسبب الدهون الزي ده بسبب الدهون الزي ده السمن الصناعي من أكتر الحاجات اللي بيعملها هو عسر الهضم أكيد بيبقى أكتر من السمن البلدي أكيد على كل أحوال على كل أحوال طب لو عايزين ناخد بقى كده ونختم كده في الدقيقة نقسمها بيننا احنا الثلاثة كده لو عايز أدي رسالة للأطفال للأطفال أحافظ عليهم زي أحافظ عليهم زي الأطفال معلش الرسالة تبقى مقسمة ما بينهم وبين البيت لأن الاهتمام جدا في المدالسة العصائر اللي بيهمها متهيلوهم منها طعمها حلو جميلة على العصائر الفريش كل ده وهم العصائر دي ومكاسبات الطعم والمواد الحافظة بتفقدها كتير من قيمتها الغذائية يهتم بالخضروات والفاكهة يهتم كل يوم على قل الفريش الفريش والخضروات كمان مما ما بتحضر له حاجة كده في النانش بوكس بتاع وتكون الفريش من الحاجات المحببية بالضبط الرسالة برضو للأطفال الأطفال أو اللي يعني أنا بس عايز دكتور أحمد عند الكبار أكتر ألفة نظر بس في حاجة عايز ألفة نظر أرقام الكوليسترون بتختلف من حد لحد طبقاً لي السن واحتياجاته وطبقاً لي عامل خطورة عنده لحدوث شريان تاجي وطبقاً لي هل هو جاله شريان تاجي ولا ما جالهوش كل دي بتختلف يعني أنا مش هأكل مريض القلب اللي جاله زبحة زي المريض اللي بعيد عامل خطورته عن الزبحة مش هأكل طفل زي الكبير ده بيحتاج يعني إنكيزز كل حالة أرقام الكوليسترول متغيرة أيها كل حالة لوحدها طبقاً للسن وطبقاً لي عامل خطورة اللي عنده وطبقاً إن أنا بحمي المريض إنه ما يجلوش مرض ولا هو خلاص جاله المرض وأنا مش عايزه يزيد أو يتقر كل ده له حاجات فيه ضبط الكوليسترول بالأكل والرياضة وإن إحنا زي ما قلنا الأم جسري والحاجات دي وفيه ضبط بالدواء الدواء ده بقى في الآخر له أرقام وله تركيزات والدواء ساعات بيبقى له آثار أخرى حميدة أو محبوبة لزبط الشرايين التاجية وعدم حدوث جلطة والحفاظ على التوازن باشكر ديوفي الدكتور أحمد البربري الدكتورة واستشاري أمراض القلب شكراً لزيزان شكراً لزيزان وايضاً دكتور شريف حتة استشاري الطب الوقائي الاجتماعي شكراً لزيزان شكراً لزيزان شكراً لزيزان دهت حلقة النهاردة